طبعا أعمال الجهد هي ليست بمعزل عن الحكومة المحلية وإنما هي مكملة لأعمال الحكومة المحلية باعتبار المناطق التي يستهدفها الجهد هي مناطق تؤثر تأثير كبير على المدن في المحافظة باعتبار محافظتنا أغلب مناطقها هي مناطق زراعية ضمن تصميم الأساس وداخل تقريبا الحدود البلدية أغلب هذه المناطق تكون محاطة بهذه المناطق الزراعية السكنية هذه المناطق طبعا كانت سابقا عبئ على المدينة وبالتالي تؤثر على المواطنين وتؤثر على أعمال الحكومة المحلية أيضا من الجانب الإداري لا يمكن أن تخدمها الدوائر البلدية باعتبار هذه مناطق زراعية تكون خارج حدود البلدية رغم أنها داخل التصميم لكن موضوع الجهد حل هذه المشكلة من ناحية الإدارية ومن ناحية الفنية باعتبار إداريا أصبحت جهد يدخل إلى هذه المناطق وبدون أي معوق قانوني وكذلك رفع العبئ عن الحكومة المحلية وعن المحافظة بهذه المناطق الزراعية التي كانت تشكل عبئ كبير في تقديم الخدمات أيضا كانت تؤثر على المناطق المخدومة داخل المدن بحيث المناطق التي دخلناها كانت تقع داخل المدن وبالتالي أثرت بشكل كبير على كل الخدمات رغم أنه داخل المدينة مخدومة بالماء والمجاري والبنى التحتية متكاملة لكن أغلب المواطنين في هذه المناطق تكون ملاصقة إلى المدينة وبالتالي تؤثر بتبعاتها وبعبئها على خدمات المدينة وبالتالي تعكس سوء الخدمة على المدينة هذا الأعمال الجهد الخدمي عندما دخل إلى هذه المناطق رفع هذه المشكلة عن شبكة المجاري الموجودة داخل المدينة عن شوارع الطينية التي كانت تدخل السيارات محملة بالأطيان أثناء الأمطار إلى داخل المدينة كل هذه المناطق لذلك كان العمل تكامل مع الحكومة المحلية وليس بمعزل ترجمة نانسي قنقر